المجلس الأعلى وفي عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم ونوها المجلس في هذا السياق بما حققته المملكة وما تزهو به من إنجازات كبيرة تحققت في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة بفضل الله تعالى وبحكمة قيادتها الرشيدة وعزيمة ووفاء شعبها الأبي وذلك ضمن مسيرة التطوير والتنمية الشاملة في البلاد التي تهدف إلى تعزيز المنجزات والمكتسبات الوطنية وتنميتها لما فيه رفعة الوطن وخير أبنائه جاء ذلك في الجلسة الاعتيادي الثانية عشرة بالدورة الخامسة التي عقدها المجلس برئاسة معال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس وبمناسبة يوم الشهيد استذكر المجلس بتقدير وإكبار الدور المخلص والتضحيات الجليلة التي قدمها شهداء البحرين في سبيل أمن البلاد ورفعتها واستقرارها مؤكدا أن هذه الذكرى العزيزة هي ذكرى للوفاء والاعتزاز تلهم الجميع وتبعث فيهم قيم التضحية والعطاء من أجل الوطن وشعبه وشاد المجلس بالكلمة السامية التي تفضل بتوجيهها صاحب جلالة الملك المعظم في أعمال مؤتمر الأطراف كوب 28 مثمنا في هذا السياق الجهود المخلصة لدولة الإمارات من أجل عالم أفضل ولمستقبل تنعم فيه البشرية بالازدهار وقدرة الاستدامة كما نوه المجلس بما حققته أعمال الدور الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت في دولة قطر الشقيقة من نتائج بناء ومثمرة من شأنها تعزيز مسيرة التعاون المشترك والمنجزات الخليجية الفاعلة بما يلبي تطلعات شعوب دول المجلس بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستهلها بالاطلاع على مذكرة حول الزيارة التي قام بها معالي الرئيس لجناح الأديان المبثقي عن مؤتمر كوب 28 في مدينة إكسبو دبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر